متابعيني جميعاً على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة والنهاردة مع موقع جديد وأداة جديدة من أدوات الذكاء الاصطناعي مع موقع play.ai هذا الموقع هو عبارة عن روبوت دردشة يعني إيه روبوت دردشة يعني؟ بيتكلم معك أو بيدردش معك في مواضيع يعني شادفوت تقدر تستخدمه بأشكال مختلفة ممكن تتكلم معاه بشكل عام وممكن لو أنا بنصح يعني في استخدامه لو أنت عايز تمارس اللغة الإنجليزية بتاعتك وتحسن من اللغة الإنجليزية بتاعتك وده أنا استخدمته بشكل عملي إن أنا ممكن أعمل معاه كده دردشة باللغة الإنجليزية في طوبك معين بطلب منه طوبك معين نتكلم فيه بحيث إنه هو يحسن لي الكلام باللغة الإنجليزية فممكن أنا أستخدمه إذا تتعلم منه أي حاجة عايز منه أي معلومة عايز منه أي أفكار تقدر تستخدم play.ai اللي يعتبر the voice interface of AI أو الاسيستنت بتاعك المساعد بتاعك الواجهة بتاعته سهلة جداً في الاستخدام من قبل كده ما تعمل sign up في الموقع ممكن أن أنت تجرب الموقع نفسه بتبتدي تدوس على click to talk to وتبتدي تتكلم مع play.ai لا يدعم اللغة العربية للأسف الشديد ولكن أنا شخصياً يعني لما هستخدم شاتبوت عشان أتكلم معاه باللغة العربية مش هستخدم الذكاء اصطناعي بصراحة يعني لأن أنت بتمارس المفروض اللغة طول اليوم فإنت هنا ممكن تستفيد فيه في تعلم مثلاً لغة زي اللغة الإنجليزية تعلم كده نشوف مع بعض ممكن إحنا نستخدمه إزاي أولاً بتروح تدوس على play.ai بيبتدي يعمل connecting وبتبتدي أن أنت تسمح له أنه هو هي access على المايك بتاعي مش هيمين معي الصوت بتاع play.ai لأن أنا قردي بسجل فمش هيمفع يظهر voice تاني بالبرنامج اللي أنا بستخدمه ولكن زي ما أنت شايف هو بيسمع وبيستنك لحد ما تسمع وأول ما تسكت حيبتدي أنه هو يرد عليك وتفضل أن أنت تعمل معاه محادثة وبعد ما بتخلص المحادثة بتعمل end conversation وفيه إمكانية أن أنت تشير الconversation بتاعتك تشير الريكورد بتاعك مع حد آخر يعني أنت ممكن أصلاً تعمل زي شات كده وتبعته لشخص ما copy link وممكن لو أنا رحت على link بتاع المحادثة أبتدي أن أنا أعمل download للمحادثة دي لو أنا عايزة أسمع AI assistant قال لي إيه علشان أستفيد من المحادثة بعد كده لو عندك أخطاء لو أنت بتمارس لغة إنجليزية وعايز شوف أنت مثلاً تكلمت إزاي تقدر ترجع على المحادثة بتاعتك وكل ده موجود في الخطة المجانية زي ما إحنا شايفين فيه بقى بالنسبة لشافل لو أنت دست على شافل حيبتدي دي professional أو ناس professional تتكلم معاك في حاجة معينة يعني مثلاً عندك restaurant stuff fashion editor health care practice عندك تيك حد مثلاً متخصص طبعاً عطيناك ناس مشهورة ولكن زي ما إحنا شايفين أو بصوت ناس مشهورة front disc reception وهكذا إذن تقدر تستفيد من الموضوع ده إيه تاني موجود أو إيه تاني جميل ممكن أن أنت تستخدم به وهو clone your voice نفترض أن أنت عايز تشات مع نفسك فهنا حقول clone your voice هنا حتبتدي أن أنت تسجل مدة لتقل عن 30 ثانية ويتعمل finish فهتبص تلاقي AI assistant بصوتك طبعاً أنت أنا بتكلم بلغة العربية ماينفعش لغة العربية مش هيتعرف عليها ممكن يتعرف على تون الصوت بس هنا هتبتدي تقرأ المسج بتاعتك باللغة الإنجليزية وتدوس finish فيبتدي أن هو الأسستنت هنا حيقولك سمي الأسستنت إيه حتسمي بإسمك وهكذا هنجرب مع بعض تاني clone your voice وهنا مثلاً هبتدي أتكلم باللغة الإنجليزية there is something about traveling that opens your eyes to the beauty of the world وهعمل finish هنا 30 ثانية فقط هنا مثلاً حكت باسمي مروة هو ده AI assistant باسمي وعمل done هيبتدي يكلون أو يستنسخ الفويس بتاعك فتبتدي أن أنت تشات مع الفويس بتاعك أنا طبعاً مش عايزة عامل تشات زي ما قلت لك الصوت مش هيطلع هنا هتعمل save لي الصوت بتاعك عايزة تسايفه بتدوس على save your clone وحتفي تعمل sign up عشان تسايف الصوت بتاعك ده بالنسبة لي الاستخدام البسيط العادي المجاني اللي أنا ممكن أن أستخدمه عندي على الموقع طبعاً لو أنا رحت كده لي upgrade your plan عشان أبص كده الموقع بيقدمني إيه فيه free plan هو بيقدم لك create unlimited agents و30 minutes included وAPI access وcommercial use هو في الخطة المجانية أنا أعتقد أنه بيديك من غير حتى ما تسجل تبتدي أن أنت تجرب وتعمل وتجرب الموقع وتتكلم معاه وتستفيد منه يعني أنا استخدمته المدة طويلة دي اللي أنا استخدمتها استخدمتها في تجربة الموقع بالموقع بيقول لي رأيك فيه إيه وإيه اللي استفدت بيه لأن أنا برضو حسة إن الفري بلان مش واضحة قوي أنا باستخدمه عشان أن أنا أتكلم معه أخذ منه أفكار معينة كأني كده بتعامل مع الشاشات GPT Voice يعني فهو الآيم على هذه الفكرة جربوا ولولي رأيكو والفري بلان راحت معيكو لحد فين وفيه بقى بالنسبة دي الحاجة اللي موجودة فيه لو أنت حتستخدمه بشكل احترافي أكتر هنا الكرييت ايجنت لو أنت حتعمل ايجنت في الحالة دي أنت بتبتدي يسمي الاجنت بتاعك وتختار ال Voice وتختار الأفاتار وتختار ال Privacy بتاعته وفيه شوية حاجات كده لازم تتعلمها منها حاجة اسمها Actions تبتدي إزاي تعمل الأكشن اللي عايز الايجنت بتاعك يتصرف به بتروح Quick Start Guide هنا بيساعدك For an Example كمثال إزاي تعمل الموضوع ده ولكن أنا بتكلم على الموضوع بشكل بسيط في استخدامه كشات بوتلة دردشة والحصول على معلومات أو ممارسة لغة زي ما أنا قلتلك من شوية هو أصلا معمول كبيد يعني اللي بيستخدمه كبيد بلان الناس للبيزنس عشان تعمل أيجنت خاص بالبيزنس بتاعها والDevelopers لكن يعني الاستخدام البسيط اللي أنا ورده لك النهاردة زي ما احنا شايفين استخدمته بشكل مجاني ممكن كمان تروحوا وتجربوا الأيجنت الموجودة أو التمبلت بتاعة الأيجنت الموجودة وتشاتوا معها زي Health Care Practice ممكن تتكلموا في الHealth Care هنا مثلا Stuff Restaurant وتشوفوا التمبلت ماشية ازاي للنسبة اللي عايزة تستخدمه فحاجة متقدمة شوية علشان تقدر انها تستوعب شكل الأيجنت بيكون عامل ازاي او التمبلت القالب بيكون عامل ازاي ده لو الناس عايزة تستخدمه في البيزنس النهاردة انا استخدمته بشكل بسيط خفيف مجاني كشات بود بقدردش معين في knowledge مهمة او مفيدة اشوفكم في فيديو قادم بانزل الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد بنحاول نقدم لكم كل جديد ومفيد ويا رب كل اللي بنقدم يكون بيعجبكم زي بقول لكم في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سابسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولم كنتم متابعين الاعزاء متنساش لايك وشير والكممنت دمتم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته